ولهذا لابد من التنبيه أن قضية المنافذ التي تحرف الإنسان عن الصراط المستقيم استجد منها في زماننا هذا نوع من المنافذ لم يكن له وجود في زمان سابق وهي المنافذ التي في الأجهزة الحديثة عندما يفتح الإنسان جواله التي تسمى الأجهزة الذكية وفيها ذكاء ولكن الزكاء عليه خطر مع هذه الأجهزة إلا من سلمه الله لأن فيها منافذ كثيرة جدا أحياناً يدخل الإنسان ليبحث عن معنى آية في القرآن أو معنى حديث في القرآن وإذا به في واد من أودية الضلال بل أودية وكل شيء منها يجر إلى آخر إذا لم يمسك المرء بنفسه رعاية لزكاتها ومحافظة عليها أهلكته هذه الأجهزة بما فيها من منافذ خطيرة جداً ولهذا من أهم ما يكون في هذا الباب باب تزكية النفس العمل على إغلاق المنافذ